السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و احييكم انا علاء امين في كورس ميكروسوفت ايجور النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل 3 اكاونت على موقع ميكروسوفت ايجور طبعا الموضوع بسيط جدا فهنبدأ اول خطوة هنعملها هنكتب هنا او في جوجل او في الادرس بار ايهم اه اي حاجة هتكتبها هتطلع منك تمام احنا هنتوجه دلوقتي الميكروسوفت ايجور هندوس عليها اوكي ادي البورتل او البيج بتاع ميكروسوفت ايجور من هنا هنختار طبعا لو عندك اكاونت على ايجور فهتعمل ساينين لو ما عندكش حالتنا اه الهيادية هنعمل في اكاونت احنا ندخلين اساسا نتكري اكاونت اوكي اه هنا هنختار اه هنا هو اه هيطلب مننا ادخال بريد ميكروسوفت سواء او اي ان كان انا اه اعملت البريد ده بخصوص علشان اوليكم ازاي بنعمل اكاونت انا عندي اكاونت اصلا على ايجور ولكن انا حبيت ان انا نبدأ الواحدة واحدة عشان اه نبقى واضحي انا هاختار البريد ده كل واحد فيكم طبعا هيبدأ يدخل البريد بتاعه على ميكروسوفت واللي ما عندوش بريد ممكن اه ان هو يكريت نيو ميل اه بالطريقة اللي كلنا تقريبا احنا اوكي انا هاختار البريد بتاعه هنا تمام هيطلب مني كلمة سرح هبدأ ادخلها له تمام اوكي هيبدأ يحولني على ميكروسوفت اجر تويتر هنا انا داخل بالايميل بتاعي كل واحد فيكم طبعا هيبدأ اه يدخل بالايميل زي ما اه تكلمنا قبل كده طبعا هيبدأ يسألني على شوية عني اللي هو انت جاي من انهي منطيقة والنين بتاعك ايه والايميل ادريس اللي هتسجل به هنا على الاكاونت اه الفريد اللي انا هدهولك فهبدأ ادخل بياناتي واحدة واحدة اوكي الايميل بتاعي انت ممكن تكتب اي حاجة او ممكن تتعدها a مشكلة خالص ولكن احنا ايه لو دخلنا boslater سوف تكتب هنا الرقم الضريبي بتاع شركتك طبعا ما اعتقدش انا شخصيا ما اعرفش رقم الضريبي بتاع شركتك مع اني في دولة بتطبق الذات فانا هتخطط الستيبس ديت وهبدأ اقول له next التليفون لازم لازم تكتب رقم تليفونك وبالحالة دي انا هكتب رقم التليفون بتاعي وكل واحد فيكم طبعا هيكتب رقم التليفون بتاعي طبعا هيبدأ يقول لي Intel Code بتاع بتاعتك هو تلقائيا هيطلع لي لان انا اصلا في السعودية وهقول له اه ابعتلي على الرقم اللي انا دخلته لك ده اه سواء برسالة مصصية او باتصال صوتي فانا طبعا هقوم برسالة مصصية تمام بترسالة وصلت اهيه نخلي بالنا هنا انه لما اكتشف ان انا موجود في السعودية حولها لي على طول بالريال وده في القيمة اه بتاع ايجور هيبدأ يحسبك يعني على حسب المنطقة اللي انت فيها يعني لو انت موجود في مصر هيبدأ يحسبك بالجنيه لو انت موجود في الهند حسبك بالروبية بعد ما تدخل بيانات اللي هي النام والفون والادرس هيبدأ يطلب منك بيانات البيزا او المصر كامل الخطوة دي مهمة جدا يا سباب ولازم نكون عارفين حاجتين مهمين جدا ماكتشوف ايجور مش هتقبل منك البيزا مسبق الدفع لو معك بيزا مسبق الدفع المخصص مش هتقبلها باول حاجة تاني حاجة انه اصلا نشح الديك الفي اكاونت الا بوجود معاك بيزا يعني لو ممش معاك بيزا الخطوة دي ماكتشوف مش هتديك الفي اكاونت الا بانخال بيانات بيزا صحيح ونوع الفيزا يكون مش مصدق الدفع. اه في الخطوة دي انا هبدأ اكتب البيانات بتاعتي بهم والكود اللي بحقق والعنوان وكل شيء. تمام. اه هنا اللي ممعوش بص الكود يكتب يكتب اي خمس ارقام او اي خمس اصفار هو هيقبلها معاه. وهنا هي اه يختار او المنطقة اللي هي مصدرة للكارد نفسه. طبعا انا كتبت البيانات بتاعتي ودخلت فبالتاني انا لو خطيتها تاني اه يعني رقب الكارد والهولدر ليم مش هيقبلها دا انه هيوح عليها في الاكاونت اللي انا حملته ولكن انا بطلب منكم ان كلنا الخطوات اللي احنا ذكرناها من البداية لحد ما نوصل البيانات بتاع البيزا ونبدأ ندخل بيانات البيزا وندغط على النكس. علشان يحولنا ونعمل او مواثة على الاتفاقية. فبالتالي احنا خلاص اه خطوات عمل تمت وحين هندخل بعدها على طول على التورتل او ونبدأ نتعرف عليها.